السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأخ عبد الرحمن داكير على القناة داكير إنجليش دائما مع الأسئلة ديال كورونا فيروس دانك السؤال هاد الحلقة هو دانك دي درناه باللول الأحمر جات بيتوين توفويلز ناك مني تسكن بيتوين توفويلز تتولي دي دانك واد إز واد إز واد إز واد إز كافيد نايتين كافيد يعني هو جاية من كورونا سيء كورونا آي إيا فيروس ودي هي الديزيز والمرض نايتين لأنا بنت قلناه كما قلناه في الحلقة السابقة يعني بنت في 2019 الشي باس ما هو كافيد نايتين هاد المراض دانك كافيد نايتين واسم المراض ديال الناس اللي تصابوا بهاد الفيروس يعني اسمية المراض كافيد نايتين هاد بغينا نعرفو واش هاد المراض معدي او لا حسب الوفق للمنظمة الصحة العالمية يعني هاد هو الجواب ديالها خدينا الجواب ديالها وغنشرحوه وغنسافدو يعني من ناحية اللغة سبكن وإلى آخره دانك كافيد نايتين ديالك كافيد نايتين ديالك يعني هو وحد المراض معدي منين تقول انفكشينس ديالذيase ديالك كافيد نايتين يعني المسبب ديالو رئيسي هو يعني اللي تكتشف مؤخرا كورونا فيروس هذا الفيروس اللي اسمته كورونا فيروس واللي تسبب في هذا المرض وهذا المرض يعني الاسم ديالو كافيد نايتين is the infectious disease يعني مرض معدي كورونا فيروس causes كافيد نايتين يعني اللي أبغي ننشيو من هنا يعني من الأخير نشيو الأول يعني كورونا فيروس هاد كورونا فيروس causes كافيد نايتين واللي نقول كافيد نايتين caused by كورونا فيروس نكملو this new virus هاد الفيروس الجديد هاد هدي يمكننا بالامريكان انجليش نقولو لها new وبالبريتيش نقولو new this new this new virus و بو امريكان نقولو this new virus and disease وور النعون وور يعني هو البلورا ديال ديال في الباست يعني في الباست النعون كانت مجهول هاد المرض كان مجهول وور النعون before the outbreak وتفشي المرض يعني هو اسم النعون يعني تنقولو مثلا أو outbreak disease ولا هدا هدا يعني تفشي مثلا المرض أوكي دنك جاية من هاد أوت بريك هاد نعون جاي من فريز الفرب ديال بريك أوت إما نقول بريك أوت نسعمل الفرب فريز الفرب ولا إلا كنت نسعمل الاسم أوت بريك أوكي بحل بحل بيغن بيغن دونك ندرنا بالحمر باش ننضغطو على بيغن بيغن إن هوهان يعني يبدأ في مدينة هوهان في الصين تشاين وقتاش إن ديسمبر تويني ناينتين يعني يبدأ في ديسمبر الفين وتسعتاش هتشي باسموه كافيد ناينتين يعني سي أو ديال كورونا و في ديال فيروس و دي ديال تيزيز و ناينتين لأنه تكتشف الفين وتسعتاش هدي المنطمة العالمية دول جواب ديالها دونك آ علاش هنه درنا إن لأنه هنا كيلو مو مني تكون شهر أو سنة يعني تنديرو إن ومني تكون عندنا اليوم مثلا تنديرو On مثلا On Monday ولكن في الشغور كاملة تنديرو إن شهر نشوف نشوف دابا نخدم ال speaking ديال هد الجواب باش نجاوب مزيان باش تسمع مزيان دونك هنقول هد دي أش 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 Nineteen is the Infectious هد نضغط على F وهد S S هد نعود ها بز Z Z Z Disease Disease هد أ أو في المسبل لكم أ هد تس عاملوا مع بحل E Disease Disease وهد هد تايا Z Caused Caused by D The Most Recently Discovered هنا هادي نضغط على Corona وهنا Virus Virus These No Virus And هد A دي هنبدأ نطقوه الآن أو دي ما نطقوه ما نقولوها اش هنقولو These No Virus And disease War Ann كانوا مجهولين Before The Out Break Began In وهان قبل تفشي اللي بدأ في مدينة وهان في الصين In December لأن الشهر In December 2019 يلا غادي تمشو معي بشوية في النطق What is COVID 19 What is COVID 19 What is COVID 19 What is COVID 19 هادي نجاوبو بشوية COVID 19 Is The Infectious Disease Caused By The Most Recently Discovered Coronavirus دانك هدا تبيين بأن هاد المرض معدي لسبب ديالو لتسبب فيه هاد coronavirus COVID COVID 19 Is The Infectious Disease Caused By The Most Recently Discovered Coronavirus هاد 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 Before The Outbreak Began Began In Wuhan China In December 2019 هاد 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 What Is COVID 19 COVID 19 Is The Infectious Disease Caused By The Most Recently Discovered Coronavirus These New Virus In Disease Were Unknown Before The Outbreak Began In Wuhan China In December 2019 هاد 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 What Is COVID 19 COVID 19 Is Infectious Disease Caused By The Most Recently Discovered Coronavirus These No Virus In Disease Were Announced Before The Outbreak Began In Wuhan China In December 2019 هاد 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 المرض دي الناس اللي تصابوا ب Coronavirus تنقول لهم تنقول هاد عنده هاد هزا الفيروس تنقول آآ هاز كافيد نايتين يعني عنده هاد المرض دي الكافيد نايتين دي الكورونا فيروس دي زيز يعني مرض السبب دي له هو وهاد المرض هدا هاد المرض كان ما معروف شور النون بفور دو او تبريك بي قن إن وهان قبل تفشي دي الو في مدينة وهان في الصين دي دي سمبر 2019 يعني نفس الموضوع دي الكورونا فيروس إلى النتقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته